منذ الصغر وقلب عبد الرحمن متعلق بالمسجد يصلي فيه كل الفرائض حتى صلاة الفجر وكثيرا ما كان يرح على جاره وصديق طفولته سامي ليصلي معه لأنه كان يحبه ويريد له كل الخير ولكن سامي بسبب غنى والديه وتدليله ما له لأنه وحيدهما كان لا يميل سوى لقضاء الوقت بين التلفاز وسماع الأغاني سافر عبد الرحمن مع والديه إلى الخليج وهناك أتم حفظ القرآن الكريم وأصبح شابا تقيا يخاف الله عز وجل ولا يعصيه ويعمل كل ما يستطيع لنيل رضاه وأثناء فترة وجوده بالخليج انقطعت أخبار صديقه سامي عنه وكلما سأل أحدا عنه لا يعطيه ردا يفرحه عاد عبد الرحمن وذهب إلى بيت صديقه ليسأل عنه ويطبئن عليه فكانت الصدمة الكبرى حيث وجد سامي يقضي يومه عبر مواقع الإنترنت ووجده متعلقا باكتشاف المواقع الإباحية وجمع الصور الخليعة حتى أنه صمم موقعا إباحيا يحتوي على صور خليعة ولديه مجموعة أشخاص مسجلين على الموقع يرسل إلى بريدهم آليا كل فترة ما يستجد لديه من صور إباحية فانزعج عبد الرحمن وغضب غضبا شديدا ثم صرخ في وجه صديقه وذكره بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له يا أخي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا فكيف تكون مفتاحا للشر وتتحمل ذنوب الناس وتحمل على كتفيك أوزارهم يوم القيامة لم يتأثر سامي بانفعال صديقه وخوفه عليه وقال بهدوء ولا مبالاة هون عليك أنا شاب وأصحاب من الشباب يعشقون التسالي ويشكروني على ما أقدمه لهم وعندما على صوتهما دخلت والدة سامي وهي لا تعلم ما وقع ابنها فيه وقالت في غضب لماذا عدت كنا قد استرحنا منك ومن نصائحك دعوى الذي يفعل ما يحل له ولا تعكر صفوه قرج عبد الرحمن يستغفر الله ويطلب منه الهداية والتوبة لصديقه وبعد أسبوع واحد مات سامي قبل صلاة الفجر وهو أمام جهازه وعندما علم عبد الرحمن بوفاته بكى بكاء شديدا وأول ما فكر فيه إغلاق موقعه حتى لا تستمر ذنوبه بعد وفاته ولكنه لا يعرف الرمز السري للموقع للتصرف فيه أو إغلاقه ظل عبد الرحمن حزينا يفكر في مصير صديقه وبعد أيام فوج أبي والدة سامي تأتي له والحزن يملأ وجهها وتقول له رأيت في المنام شبابا من الجنسين يمرون على قبر ولدي وأسفل منهم حفرة من النار عميقة جدا ويحاولون أن يلقوا بولدي فيها فما تفسر ذلك يا شيخ عبد الرحمن صمت عبد الرحمن قريلا وهو يقول في نفسه أنت مشتركة فيما حدث له بسبب تدليلك له وعدم مراقبته والرؤية واضحة هؤلاء الشباب هم الذين أرسل إليهم الصور وأرسلوها بدورهم لمن يعرفون وهم يتبرؤون منه ويريدون التخلص منه كم من شاب نظر نظرة إلى صورة فتبع ذلك وقوع في فاحشة لقد مات ولدك وأنت لا تدرين شيئا عن خفايا الأمور مات ولكنه سيسأل يوم القيامة عن كل نظرة نظرها ونظروا إليها وكل فاحشة واقعها وواقعوها لا أدري كم يتحمل آثامهم ولكن عسى الله أن يتجاوز عنه ثم خرج عبد الرحمن عن تفكيره وقال لوالدة سامي في كل وقت أكثر من الدعاء له هو الآن يحتاج الدعاء لأكثر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور يتعور له الأسماء العزيز الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم علياء فتاة جميلة ولكنها كانت مغرورة بجمالها وغير ملتزمة تعيش الحياة دون تحمل مسؤولية ودون الاستماع لنصائح الآخرين عكس أختها الأكبر منها التي تراعي الله في كل تصرفاتها تمت خطبة أختها لشاب ملتزم تقي وكانت علياء تتعجب منهما أيام خطوبتهما عندما كان يأتي هذا الشاب لبيتهم ويراجع مع أختها ما حفظته من قرآن وأحاديث نبوية أو يسمعان سويا قصة من قصص الأنبياء أو الصالحين ويكتبان الفوائد من هذه القصة كانت علياء تسخر من أختها وتسألها أين السعادة التي تعيشينها في هذه الفترة أين التنزه والتنقل من مكان لآخر فكانت أختها تبتسم وتقول لها أجد السعادة الحقيقية في تقرب إلى الله وإرضائه وأحمد الله على وجود خطيب في حياتي ليأخذ بيد إلى الجنة تزوجت الأخت الكبرى وبعد عامين تمت خطبة علياء لشاب كما تقول عصري يستمع للأغاني ويشاهد الأفلام ولم يطلب منها ارتداء الحجاب ولم يهتم بنظرات الآخرين إليها فكانت تفرح بعدم نخوته وترك الحرية لها لتفعل ما تشاء حتى جاء يوم وأثناء دخولهما متجرا كبيرا للتسوق وقفت علياء أمام السلم الكهربائي ولم تستطع الصعود خوفا من السقوط لأنها لأول مرة تتعامل معه فوجدت خطيبها في حرج كبير وغضب شديدين يصرخ فيها لكي تصعد وتزاحم الناس وراءهما يريدون الصعود وخطيبها ما زال يصرخ فيها ويقول لها ما هذا السخف لقد فضحتني أمام الناس كيف لفتاة بهذا الحجم تخشى صعود السلم ثم رفع قدمها بالقوة ليضعها على السلم وهي تقاومه بغضب شديد حتى وقعت على ظهرها وبكت وكل من بالمجر شاهدها وعندما وقفت على قدميها خلعت خاتم الخطوبة وألقت به في وجه خطيبها وعادت إلى بيتها في حزن شديد في هذا اليوم كانت أختها في زيارة لبيت أبيها وعندما سمعت بما حدث لها داخل المجر حاولت أن تواسيها وابتسمت لها وقالت لو كان خطيبك يحبك حبا حقيقيا ما همه نظرات الناس له وأخذ بيدك أو صعد معك عن طريق المسعد هو لا يحب إلا نفسه ولو أحبك لغار عليك ومنعك من الخروج متبرجة متعطرة فلا تندمي وحاول إصلاح نفسك وإرضاء ربك الذي رزقك الجمال والمال والصحة رغم تقصيرك في حقه وعسيانك له هذه الكلمات غيرت علياء تغييرا كليا كما تأثرت كثيرا بمعاملة زوج أختها لأختها وما شاهدته من حب وود واحترام فارتدت الحجابة وبدأت تواضب على الصلاة في أوقاتها وتحفظ القرآن وتعمل كل ما يرضي خالقها وبعد أشهر تقدم شقيق زوج أختها لخطبتها وتم الزواج بأقصى سرعة وفي أول يوم للزوجين للخروج من البيت ذهبت علياء مع زوجها لنفس المتجر وأمام نفس السلم الكهربائي وقفت تتظاهر بالخوف من الصعود لتختبر زوجها في تصرفه وعندما شاهد الزوج خوفها وواجد الناس تتزاحم حولهما ابتسم وقال للناس بصوت مرتفع بعد أن حملها بين يديه وصعد بها السلم زوجتي وتعيش لحظة دلع معي هل أتركها؟ لابد أن أحملها حتى ترضى عني ضحك الجميع وقامت علياء بلف يدها على رقبته واحتضانه بحب شديد بعد أن شعرت بأنه نعم الزوج والحبيب والسند وحمدة الله الذي عوضها بزوج يتق الله فيها ويعينها على طاعة الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا حسن الخاتمة في قرية صغيرة كان يعيش صاحب الحملات للحج والعمرة وكان له جار غافل لا يصوم ولا يصلي وذات ليلة رأى صاحب الحملات في منامه من يطلب منه أن يأخذ هذا جاره الذي لا يصلي ولا يصوم لأداء العمرة وعندما استيقظ الرجل من نومه اندهش كثيرا من هذه الرؤية العجيبة ولكنه لم يهتم لأمرها وفي ليلة أخرى تكررت هذه الرؤية مرة ثانية فزادت دهشة الرجل لذلك ذهب لأحد الشيوخ المشهورين بتفسير الرؤى ليسأل عن تفسير ما رأى فقال له الشيخ المفسر إن رأيت هذه الرؤية في منامك للمرة الثالثة فاذهب لهذا الجار واحمله لأداء العمرة وبالفعل رأى الرجل نفس الرؤية للمرة الثالثة في منامه فذهب للبحث عن الجار حتى عثر عليه وطلب منه أن يأتي معه لأداء العمرة فقال له جاره كيف آتي لأداء العمرة وأنا لا أصلي فقال له الرجل إن أردت يمكنني أن أعلمك الصلاة وبالفعل بدأ الرجل يعلم جاره الوضوء والصلاة وبدأ الجار يواظب على أداء الفروض الخمسة فقال الرجل له هيا إلى العمرة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذهب الرجلان معا لأداء العمرة واعتمر الجار وقبل أن يعود راجعين قال صاحب الحملات لجاره هل تريد عمل شيء آخر قبل الرحيل فقال له نعم أريد أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ذهب الجار إلى مقام إبراهيم وبعدما صلى مات في سجوده فتعجب صاحب الحملة أشد العجب وأخذ يفكر في نفسه قائلا كيف يمكن أن أرى هذا الرجل في منامي وآتي به إلى هنا لأداء العمرة ثم يموت في هذا البكان وهو ساج بعد أن كان لا يصلي ولا يصوم لابد أن وراء هذا الرجل سرا عجيبا وعندما عاد الرجل ذهب إلى منزل جاره المتوفي وسأل أهله عن أعماله وعن حاله فقالت له زوجته إن زوجي كان مشهورا كما يعلم الجميع بأنه لا يصلي ولا يصوم ولكن كانت لدينا جارة عجوز فقيرة ووحيدة فكان زوجي يعطف عليها ويرعاها ويحمل لها الفطور والغداء والعشاء يوبيا وكانت تدعو له دائما بحسن الخاتمة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون